موسيقى الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التركي بقصر الاتحادية وتعزيز العلاقات الثنائية والعدوان الإسرائيلي على غزة من أبرز محاور مباحثات القمة العدوان الإسرائيلي يتواصل على غزة لليوم الحادي والثلاثين بعد المئة على التوالي وسط مطالب لقوات الاحتلال بفك الحصاري عن مجمع ناصر الطبي بخان يونس الجيش الأوكراني يدمر سفينة حربية روسية قبالة شواطئ القرم والنيتو يتحدث عن خسائر كبيرة لموسكو في البحر الأسود الثالثة مساء بثوقيت القاهرة الواحدة بثوقيت جرينيتش نشرة الإخبارية المفصلة تأتيكم من التلفزيون المطري أهلا بكم تقترب العلاقات ما بين مصر وتركيا من دخول مرحلة جديدة مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التاريخية لمصر والتي تأتي في إطار عزم القيادة السياسية في القاهرة وأنقرة على العمل نحو تعزيز العلاقات لمصلحة الشعبين ليأتي التقرب المصري التركي ضمن تحركات أوسع لتقييم العلاقات الإقليمية البينية وإعادة صياغتها بشكل ليتيح لدول المنطقة مساحات تنصيق وحركة أكبر على المستوى الإقليمية استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر الاتحادية بالقاهرة حيث استعرض الزعيمان يحرس الشرف وعزفت الموسيقى العسكرية السلامان الجمهوريان المصري والتركية وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بالرئيس التركية هذا وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن القمة المصرية التركية التي سيعقدها الزعيمان تبحث دفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الصنائية بين البلدين والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطع ترجمة نانسي قنقر كان الرئيس السيسي وقرينته السيد انتصار السيسي قد استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردغان وقرينته السيدة أمينة أردغان بمطار القاهرة الدولية استحب الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس التركي إلى قاعة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي قبيل التوجه إلى قصر الاتحادي الرئاسي ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر